ثروة واحد في المئة من أغنى أثرياء العالم تفوق ثروات بقية العالم مجتمعة هذا ما صرحت به منظمة أكسفام البريطانية غير الحكومية والتي حاثت الزعماء على اتخاذ إجراءات مناسبة لمواجهة عدم المساواة في امتلاك الثروات المنظمة سقت في تقريرها مواد من بحث أجرته شركة كريدسويس السويسرية المصرفية بدءا من أكتوبر 2015 مضيفة إن 62 شخصا من أثرياء العالم تعادل جميع ثروات نصف سكان العالم الأفقر وهو ما يعني أن هناك تكتلا في مركز الثروات منتقدة في ذات الوقت عمل جماعات الضغط وتهريب مبالغ ثخمة فيما يعرف بالملذات الضريبية وبدلا من تأسيس اقتصاد من أجل ازدهار سكان المعمورة والأجيال المقبلة تم خلق اقتصاد واحد في المئة من الأثرياء حسب أوكسفام التي حصلت على بيانات تبرز الخفاض ثروات قائمة الواحد بالمئة بين عامي 2000 و2009 قبل أن ترتفع تدريجيا منذ ذلك الحين هذا وتطالب المنظمة اليوم بتقليص الفجوة الكبيرة في الأجور بين العمال وأرباب العمل مع القضاء على الهوى في الأجور بين النساء والرجال داعية حكومات دول العالم إلى اتخاذ إجراءات لتخفيض أسعار الدواء وفرض ضرائب على الثروات واستخدام ثروات الدولة للقضاء على عدم المساوات تحميل الدولة للقضاء